صباح الخير او مساء الخير يا بورج الجادي. يا بورج الجادي خلينا شوف قراءتك العاطفية. انت في طاقة الجاجمنت. والفايف اف كابس وفور اف سوردس. ممكن يكون في علاقة انتهت الفترة اللي فاتت دي. وما دالت هزي العلاقة مؤثر عليك او كانت من تهية وبعد كده تم الرجوع مسلا رجعته البعض تاني. خلينا نشوف برضو كله هاي بان من هنا. اه وممكن تكون اه في صحوة جواك اه بدأت اه يعني بدأت ان انت تشعر بيها اه في هزي العلاقة يعني اه وممكن يكون رجوع برضو لان اعتقد انتو مفرقين بعض بقى الكوموت ده. وبعد كده تم الرجوع مرة تانية. فخلينا نشوف طيب هنا شاعر الشريك ايه? ده اعلم منك قوي. ده ده انفصال بقى انتم مفصلين عن بعض. وانفصال حقيقي انتم ممكن تكونوا كنتوا زعلانين من بعض. وانفصلتوا انفصال حقيقي. يعني خلاص مثلا انت عملت بلوك وهو عمل لك بلوك او اه انفصال في محكمة. وهو اخذ الاولاد مثلا او حاجة زي كده. طيب خلينا نشوف كده. فقطة غريبة شوية اه امور جلجا دي. عايزة الشخص ما شعر ايه اتجاهك? زي ممت هنا. الشخص ده بيفكر فيك قوي. وانا هخلي دول على جنب كده بس. شانا ما هبقى يقوم معايا. بيفكر فيك قوي 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 وانت شاجل جزء كبير قوي من تفكير هذا الشخص. ممكن تكونوا بالفعل انت رجعتوا البعض. بس هزا الشخص مش عارف. شخص ده على فكرة عريب شوية. اذا هرمت هنا معناها انه ممكن يكون بيفكر في مشاعره مش من ناحية العاطفية. ده بيفكر هل انت بالفعل مسلا بتحبه ولا لا? هو على فكرة مش متأكد اذا كنت انت عايزه اصلا ولا لا? وممكن كمان بيفكر بشكل مش عاطفي خالص. هو راكل مشاعره اصلا وداخل جوازاته قوي داخل جوازاته قوي وعمال يفكر هل يستنى ولا يبص القدام يعني يديك ظهره بقى ولا يبص القدام ولا يكمل معاك ولا يديك فرصة تانية مسلا ممكن تكون انت بالفعل رجعته تتكلمه بعد زعل مسلا وانت عرضت عليه مسلا ان احنا تبتعالة تبتعالة مسلا ندخل العلاقة وندي فرصة تانية لهذه العلاقة فهو ان كنت بالفعل رجعته لبعض فما زال هزا الشخص بيفكر تفكير سلبي على فكرة مش اجابي بيفكر تفكير سلبي فيك يعني مش سلبي اللي هو بجتمل في باله لا هو الحقيقة في دماغه بيتخانق معاك شوف بقى المفاجأة هو في دماغه داخل دماغه هو بيتخانق معاك بص عايقة فيه فيه جوه دماغه فيه فيه خناقة مش بقولك الشخص مش سوي نفسيا مش مريض نفسي لكن في الحالة دي هو مش سوي نفسيا بيفكر تفكير سلبي قوي قوي وشعر بان العلاقة دي مش هتكمل مسلا يعني رجعته بالفعل رجعته كل حاجة تمام وتأسفته لبعض وكل حاجة لكن هو داخليا هو مش عارف يحط رجله فين انا بحبه ولا بكرهه عايزه او لا مش عايزه عنده 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 كلام كتير هزا الشخص ده شخص ده ده كله عصيان عصيانة فيش كبات خالص خالص حتى حتى هو ده هرمت هنا برضو بوس مسك عصايا برضو ده ممكن تكون تعمل مع حد برج ناري مثلا او جوزاء ترابي حمل برضو جوزاء وده له اهو بس هو داخليا مش عارف يثبت على مشاعر محددة لك من الاخر كده ولا هو اصلا مش متأكد منك الشخص ده لو كان برج العزراء فخلي بالك ان برج العزراء شكاك شوية يعني بيشك فيه الكلام اللي معاه يعني انت مسلا كبرج جادي لو قلت بحبك يبقى بحبك وحشتين يبقى عايز ارجع يبعايز ارجع انما هو ممكن يكون هيرجع عليك مرة تانية هيدخل في العلاقة تاني ولكن داخليا هو بيبحث عن اجوبه وعنده اسئلة اذا هرمت ده شخص ده كاهن بيدخل في الكهف بتاعه ينعازل عن الناس عشان يجاوب على اسئلة جوه دماغه هو جوه عقله هو فهو عنده اسئلة كتير قوي هو مش عارف يقولها لك يا مسلا عايز يقولك احنا احنا هنكمل نروح فيه مسلا طب بعد كده ايه يحصل في العلاقة طب الخطوة جاية ايه بيحب يفكر الاول وبعد كده يشغل قلبه انما هو مش يشغل قلبه قبل عقله ابدا هو ما زال عقله عنده اسئلة ملاهاش اجابه فلو شخص ده بيتعامل معاك بمعاملة جافة شوية يبقى هو بلسه ملاقاش الاجوبة اللي هو في الدماغه بس انا مش عارف هو مش عارو ايه بالزبط ليك هو بيفكر فيك بس بيفكر فيك مش تفكير حب مش اشتياء لا التفكير اللي هو العلاقة دي رحه فيه طب وبعد ما نرجع طب لو رجعنا هتحصل نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده ولا طب لما حب امشي من العلاقة همش هروح فين دي 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 مشاعره دلوقتي ممكن كمان ديرمت كمان مش معناه انهم شغل مشاعره اصلا بس بيفكر بس هيروح فين بعد كده اظهر ان انت عارف الشقة ولا ايه هو خافي تريد منها طيب هو شايفك ازاي هو شايفك ان انت شخص مستقر جدا اعتقد يا برج الجادي الشخص دي على فكرة انا مش عارفة يا جاتلي كده مرة واحدة لما مكلوت كده بس ببصلها كده شخص ده ممكن يكون اقل منك ماديا لو بنت مسلا لو انت راجل البنت دي اقل منك ماديا وانت اوعجبت بيها ودخلت مع بعض علاقة وبعدين هي مسلا مشت منها زيلا علاقة لانها حسب ان هي مش هتقدر تكامل معاك مسلا انت شخص غني اوي او عندك عيلة كبيرة مسلا وهي مسلا علاقة متوسطة او عيلة ما فيهاش ناس عزماء مسلا وحاجة او مش عزماء ما بلاش نقول الجملة دي خلينا نقول مسلا ان هي بتفكر تفكير تحت رجليها كده ما بيزا ما بيقوله يعني ما بيبصش لقدامها هي بتبص طب انا دلوقتي لو اهلو مسلا ما تكون ما يوفقش عليها اصلا مش مسلا مش بنت ناس قوي مش عارفة ايه ممكن او انت معجبة بواحد تفكيره مدي شوي ممكن يكون مش معه فلوس وانت مستقرة ماديا جدا انت شخصية معاك فلوس ومستقرة وبنت رجل مسلا بيملك شركات او رجل اعمال او انت متعلمة وهو لا حاجة كده لان لان دول مع بعض يحيل بكده لانه بيفكر جمد قوي شخص بيفكر جمد قوي بيفكر في العلاقة ككل وشافك ازاي شافك شخص متمكن وجاد ومستقل ماديا وعاطفيا وكل حاجة كل حاجة طب هو زعلان منك زعلان منك ليه حو ممكن يكون زعلان منك لانك بتحكم عليه بسرعة او مش فهمه بتحكم عليه بسرعة اووي اووي بتقطع بتقطع مرة واحدة هزاي العلاقة انت مش فهمه على فكرة يا برج الجديد مش فهمه ازا الشخص خالص وانا احاول ان انا اوصل او شخص ده بيفكر ازاي او مبدئين شخص ده لو هو بيخرج من العلاق مرة واحدة ومبيرداش رجع كلمك مرة تاني مسلا او انت بسلا بتروح تصالحه وتقول انت بتعمل كده ليه تبتطع معايا او ممتلكش حاجة يعني مسلا تكونوا خارجين في مكان مسلا ودعموا صوتين جدا وتروح مكلمه ميردش يقفل تليفونه او مسلا تلقيه تغير معاك مرة واحدة تروح تسأل فانت طبعا بيجي لك طبعا اي شخص عموما مش انت بس اي حد هيلاقي التصرفات دي تروح قطع قطع معا بقى خلاص انت انت شخص كذاب انت ما بتحبنيش انت بتستغليني مسلا عشان انا معاي فلوس او عشان كذا او انت رضيتي تدخلي في هذه العلاقة وعشان انا مسلا شكل حلو او هاج لكن Siis dec Итак. لكن اذا الشخص على فكرة. خلي بالك شخص ده اا عندو يأس شخص ده عندو يأس منك. مش منك انت. لازم افاهم كف如何 حاجة ان انا في فيلم هندي دلوقتي. الشخص ده بيعمل معك كده له او بيعمل تصرفات غريبة او بيعمل تصرفات دلية. التين اوف بانتكري Hils على فكرة الشخص ده بيحبك قوي بص يا برج الجدي هذا الشخص يا اما شايفك زي ما قلت لك حد اعلى منه مش هيقدر انه يخش معاه في العلاقة يا اما شايفك شخص سوي قوي نفسيا سوي نفسيا وهو مش مستعد للدخول في العلاقة دي حاجة من التاني لانه شايفك مستقر مستقر جدا وعارف انت عايز ايه يعني انت داخل العلاقة مساء الخير انا عايز احبه هو بيداخل يقول مساء الخير انا عايز اجربه ده الفرم فلو وهذا الشخص بيعمل معاك حركات افقا فهو مش مستقر نفسيا مش مش سوي نفسيا بقى لأ مش مستقر نفسيا ممكن يكون خارج من تجربه سابقة مؤثر على نفسيته جدا فمش عارف انه يدخل او يدخل معك هزير علاقة وطبعا انت مش فهمه فبتحكم عليه احكام غلط هو شاعر بتجعك بمشاعر اه بس هو مش هيقدر يخش في العلاقة دي مش قادر او ممكن يظهر لك بانه هيخش في العلاقة لكنه على فكرة من جواه هو مش سوي لانه من جواه بس من جواه هو متلغبط مش عارف هو بيحبك ولا بيكرهك وممكن يكون شخص ده انا ممكن يكون هزا شخص مرتبط او في علاقة تانية علاقة ثلاثية هل هزا الشخص مرتبط او في علاقة تانية ومازلت على فكرة العلاقة دي مؤثر عليه خلي بالك بقى عشان كده هو مش عارف يقرر هو عايزك ولا لا وخايف من التجربة هو خايف يخش في علاقة تانية يخسر ثمن كبيات زي ما اخسرهم قبل كده كان في علاقة مستقرة جدا ولكن هو خسر ثمن كبيات خسر حاجات في العلاقة دي كتير عشان كده هو خايف بس هو بيحبك بس هو اعتقد التجربة السابقة بتاعته علمته انه يفكر مليون مرة قبل ما يتقدم في اي شيء عشان كده هو قاعد لوحده ما ليحسبه وانا رايح فين وجاي منين شخص دي بحبني ولا بيكره بس هيكمل لو مش هيكمل هيسبني زي اللي فات ولا لا فانت بتحكم عليه احكام قاسية قوي واحكام مش ممحلة خالص هو لا بيكرهك ولا هو عايز لك حاجة مشة ولا هو بيتسأل هو شخص خارج من تجربة سابقة مؤلمة مثلا او سايب وراء تجربة يعني بكل ما فيها وعايز يبقى لوحده هو عايز يبقى لوحده على فكرة شوية حتى هو شايف العلاقة اي شايفها ذا فول شايفها بداية حلو قوي مش بقول لك شخص ده عايز يخش بس هو خايف شايف العلاقة دي بداية حلو قوي قوي ذا فول البداية اللي هو كمان كان بيبحث عنها وشايفك شخص مستقر الشخص اللي هو كان يتمناه لكن هو داخليا تعبان نفسيا من التفكير الفايف اف وانت تعبان وذا هيرمت مع الفايف اف وانت شبه بعض جدا هو شخص مش مستقر ويفكر مليون مرة بس هو في الفترة دي هيظهر لك ايه اللي هيبص بقى خلي بالك عشان بس ايه بقى هتبقى فاهم هو الفايف اف وانت حليبالك الفايف اف وانت هو متلغبط جواه بس هيظهر لك انه دا لفرز هيظهر لك انه بيحبك عارف ليه عشان يرديك عشان هو شاعر بان انت بتعمل حاجات كتير قوي ليه انت شاعر بانك انت عايزه انت بتحبه قوي انت بتحبه عالفترة وشاعر بان هو دي يعني انت عايز تكمل معه ممكن يكون هذا شخص يديه طقته وهو زعلان هو تعبان على فكرة نفسية انت عايز تخش العلاقه على طول اللي هو انا هتجاوزك دلوقتي خلي بالك يا جماعة احنا غير الطرف التاني في نقطه تانية انا اكتشفتها يعني جديد وانت داخل ايه علاقه انت ممكن تكون خارج من علاقه من 3 يام مهمكش وعايز تبني علاقه في ثانية ممكن تتجاوز تاني يوم عادي في ناس بتنام تصحط تبقى ناسية العلاقه اللي فاتت فيه ثانية تانية قولك لا ده درس وانا لازم اتعلمه واحد اتنين تلاته وليه نفسه مش عارف يحبه مش عشان مش عارف ينسى مش عارف يجرب مش عارف يخش حاجة دي ده هو هيظهر لك بانه بيحبك زي ما انت بتظهر له لان هو مش عايز يكسر بخاطرك على فكرة وعارف ان انت بتعمل حاجات كتير قوي ليه انت ممكن تكون بتشجعه ان يخش معاك ولازم تنسى ولازم تعمل بس هو بيحبك وهيظهر لك ان هو بيحبك وعايزك بس خلي بالك هذا الشخص مش تسوي نفسيه يعني مهما قالك خلي بالك بس عشان ميقولكش بحبك وممكن تكون هزي الكلمة هو قالها من مشاعر تلقائية حسها اتجاهك لكن هو في الحقيقة هو لسه محبكش هو فعلا لسه محبكش خالص يعني هو مشاعر فقط اعجاب معجب باهتمامك بكلامك معايا لكن هو كحب حب لأ متأكد من مشاعره لك برضو لأ بس هو داخليا هو تعبان تعبان وبيفكر مليون مرة الافضل يا برج الجدي انك ما تغسبش على هذا الشخص هو هيحسزك بانه خلاص بقى بتاعك وهيكلمك وهيتمي بيك وهيخرج معاك وهيجيب لك هداية كأنك كأنك ارتبط بس هو داخليا مش سوي ومازال عنده لقبطة مشاعر من العلاقات السابقة فخلي بالك من النقطة دي قوي قوي يعني مشكلتنا ان احنا بندخل العلاقات ومفكرنا هتمشي بقى ايه واحد اتنين تلاتة لا في مفاجأة في علاقات بتمشي خمسة تلاتة اتنين واحد وبعدين ترجبها هتمشي واحد اتنين تلاتة يعني مشكل العلاقات لازم تتاخد سلمة سلمة خالص يمكن تبدأ من السبعة بعدين تخش على التانية وبعدين تقول هو شخص ده كده الشخص ده عايز يترتب الاول وبعد كده يمشي معاك واحد اتنين تلاتة رسعة يمكن هو هيدي لنفسه فرصة ان يخش معاك العلاقة دي بس من غير مشاعر هيخش معاك كايه بقى كايه مش هيكون بيتسلق خالص هو هيخش معاك يشوف الاول هل هو قادر على انه يستقبر حب ولا لو لان هو شايفك ان انت تجربة عظيمة جدا هو لازم يدخلها دي بداية حلوة هو مشغول جدا في شغله على فكرة وعنده كمان انجازات هو بينجزها يعني في حياته خلينا نشوف كده طيب برضو يعني هتأكد لك برضو من النقطة دي هل هو مستعد بالفعل ان يخش معاك في علاقة حقيقية او يتمنى ان يخش معاك في هذه العلاقة اه عنده بس ايه بقى البيج اوف كبس بص برضو بيج حاجة صغير اه هو عايز يخش بس تاتا 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 انا هدخل معاك في العلاقة وهسمى الله ويا عم هسيبني من الماضي ورمي اللي ورايا بس بالراح بالراح علي بالراح علي عشان انا ايه ممكن اعملنك بالراح علي خالص ازا شغل خدوا على الهداوة يعني ابدأ العلاقة كصداقة الاول ودي نصحتي خش العلاقة الاول كصداقة ازا يتعمل ايه وما تتمش قوي قوي ولا تبعد قوي خلي في مسافة خروجة مسلا كل اسبوع مش كل يوم مش كل يوم متظهرش مشاعرك قوي عموما في اي علاقة سواء كانت علاقة عاطفية حقيقية ام علاقة جديدة متظهرش مشاعركوا مرة واحدة جماعة لان دا بيخلى الطرف اللي قدامكم يتخد هو الشخص دا مخضوض منك انت دخلت مرة واحدة بص انا مثال خير انا عايزة اتجوز او مثال خير انا بحبك فهو تخض منك هو خارج من تجربة صعبة ومؤلمة فبالتالي لسه متشافهش فليما نخليش الشخص دا تشاف على ادينا وف نفس الوقت نكون احنا البداية مثلا برج العزراء ان كان هناك شخص قادم هل هناك شخص قادم مين هو الشخص القادم دا؟ الشخص القادم هو شخص من الماضي دا باين جدا يعني وممكن يكون بقلكو فترة كبيرة جدا ما بتتكلموش ممكن كمان يكون الشخص دا سافر وسابك او تزوج مثلا اللي بيميزه ممكن تكون انت كنت مستنيه بقلك فترة او ان هذا الشخص زا ستار شخص مشهور جدا حواليه معجبين او امور قوي 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 بس اعتقد ان هذا الشخص انت كنت مستنيه برج الجدي ممكن تكون يعني كنت بتحلم بيه كمان سوى شخص من الماضي او انت هذا الشخص من الماضي بالفعل طب خلي بالك بقى يا برج الجدي يركز معايا بس هتميزه ازاي شخص دا متكبر قوي قوي ومتكبر للابع الحد وشايف نفسه وبيشوف نفسه على قدامه ودايما عنده نقطة دي بس 3 كروت يعني لطاف جدا هو شخص بيحب يهزم اللي قدامه هو واخد مقلب في روحه او ممكن يكون هو شخصيته كده او عمله مخلي كده ممكن يكون ممثل كاتب حد مشهور على السوشيال ميديا فهو شايف نفسه ان هو امور وجزات جدا لكن خلينا شوف لك طيب مشاعره ايه هز الشخص انته بيحبك هو بيحبك بس هو عنده 3 عيوب شايف نفسه شوية وبيعمل حركات قصيبيانية شوية برضه لكنه راجع وندمان وعايز يبقى معاك علاقة جدا فما تقلعش منه ولا حاجه بس هو ما اتغيرش لو انت عتسأل بقى هو اتغير ولا لا لا هو مازال يبداية تلك بلود دي شخصيته هي شخصيته كده فيه ناس كتير بتقولي هو شخص المتكبر بيتغير انا عايز اقولكو على حاجه فيش محد بيتغير اللي بيتغير ده مش بيتغير هو بيتشافى من حاجه هو حصلت له خليته يبقى متكبر او عنيد او كده وبيفهم شخصيته يبدأ بقى يتصرف عكس الشخصية دي يعني مثلا انا شخص متكبر بعمل مثلا حركات تكبر مع الطرف اللي معي ابدأ اعرف انا ليه بتكبر وابدأ ان انا اعالك دي لكن تغير تغير لا بيفضل عنده تكبر لكن هو بيحاول ان هو ايه تغطاء اللي هو مثلا ايه انا همشي كده وامشي كده ايه تكبر كده انا همشي كده لكن هو بيحبك وعايز معاك علاقة جدية يعني ان كان سابك من فترة كبيرة فهو عايز بفي علاقة جدية ترجمة نانسي قنقر